وسط الصراع الأميركي الإيراني المتنامي منذ سنوات إثر الخلاف حول البرنامج النووي الإيراني الذي وصفته الإدارة الأميركية في مناسبات عدة بالخطر المحدق بالمنطقة والعالم والذي سبق وانسحبت إدارة الرئيس دونالد ترامب من التزاماته كليا وفرضت سلسلة عقوبات متوالية وصعبة أنهكت الاقتصاد الإيراني وقلصت من نفوذ طهران في المنطقة بحسب خبراء وفي الوقت الذي تشدد فيه واشنطن خناق عقوباتها على طهران مرحلة تلو أخرى فإن الأخيرة وفق خبراء تحاول الصمود والبحث عن ثغرات تتحايل من خلالها على تلك العقوبات وتصور للشارع الإيراني أنها الحامل الوديع ومحور المقاومة الرافض للهيمنة الأميركية من جهة في حين تحاول إيهام العالم بمظلوميتها وحقها في تطوير برامجها النووية أو العسكرية عموما من جهة أخرى وثم تمير وهو اعتقاد سائد أن وصول الرئيس الأميركي الديمقراطي جو بايدن إلى البيت الأبيض ربما يمثل الفرصة الأخيرة أمام طهران للخروج من مأزق العقوبات في ظل الآمال المتزايدة بعودة الإدارة الأميركية الجديدة إلى طاولة المفاوضات وهو ما أكده صراحة وزير خارجية إيران محمد جوال ظريف حين أبدى استعداد طهران لعودة تلقائية إلى التزاماتها بموجب الاتفاق النووي مشتريطا رفع واشنطن العقوبات التي فرضتها على بلاده بعد الانسحاب الأميركي الذي وصفه بأحادي الجانب آخرون يرون أن أية عودة أميركية إلى طاولة الاتفاق النووي قد تخلق أزمات عدة وتعيد الخطر الإيراني المحدق بالمنطقة والعالم إلى الواجهة مجددا وتصعب أمور مواجهتها أكثر ويبقى الوضع على ما هو عليه في انتظار خطوة بايدن الأولى تجاه طهران بعيدا عن أية تكهنات أو تصعيد في التصريحات ترجمة نانسي قنقر